يارا الجديد هو ارتفاع عدد القتلى كما ذكرت كان هناك أربع إصابات من بينهم إصابتين في حالة خطرة وبالتالي الرقم كما ذكرنا في النشر السابقة مؤهل للارتفاع أي أن هناك ثلاثة قتلى وهناك عدد أيضا من الإصابات من بينها حالة خطيرة الشرطة الفرنسية فتحت تحقيقا ولكن يارا الذي قام بإطلاق النار وهو رجل يبلغ من العمر 69 عاما متواجد حاليا في المشفى بسبب إصابته في منطقة الوجه والرأس أثناء اعتقال الشرطة لهذا المهاجم وهو مطلق النار وبالتالي الشرطة تنتظر التأكد من جهوزيته العقلية للتأكد بأنه في قواها العقلية السليمة من أجل بدأ التحقيق معه وأيضا للتحقيق أيضا إذا كان السلاح الذي بحوزته مرخصا إذا كان هناك من ساعده في الحصول على هذا السلاح عن أسباب ودوافع مطلق النار ظهر هذا اليوم في الدائرة العاشرة طبعا يارا هذه الدائرة فيها عدد مختلف من الجنسيات وأيضا الإطلاق النار كان أمام محل للحلاقة وأمام مركز للأكراد وبالتالي كان هناك نوع من المعلومات حول إذا كان هناك أي دوافع ما بين وجود مركز للأكراد وما بين إطلاق النار في تلك المنطقة اللافت للنظر يارا بأن هذا المهاجم الستيني لديه سجل سابق لدى الشرطة الفرنسية عام 2021 اعتقلته الشرطة الفرنسية لأسباب جنائية قام بمحاولة تعنيف ومحاولة قتل شخصين وهناك أيضا هجوم على مخيم للمهاجرين وبالتالي الشرطة تتحدث عن أن هذا الشخص لديه نوع من السوابق إنجاز التعبير ذات الصلة بالدوافع العنصرية لم يتم تحديد جنسية هذا الرجل ولكن المنطقة ليست معنية بالفرنسيين وإنما هي منطقة مكتظة بعدد كبير من الجنسيات الشرطة الفرنسية أغلقت محيط ذلك الشارع والدائرة العاشرة للتأكد في بداية الأمر من الدوافع وأيضا للتحقيقات الجارية في منزل هذا الشخص وللتأكد أيضا إذا كان السلاح كما ذكرت يارا مرخصا وللبحث أيضا عن الدوافع لغاية الآن وزارة الداخلية والشرطة الفرنسية لم يعطوا أي معلومات تشير إلى أن هناك دافع إرهابي أو دافع أمني وراء إطلاق النار وأيضا يتم التأكد من الحالة النفسية لهذا الرجل من الأسباب التي دفعت لإطلاق النار في الدائرة العاشرة وبالتالي لا وجود على الأقل لمبررات إرهابية وإنما هناك سوابق جنائية لهذا الرجل لديه سجل لدى الشرطة بأعمال عنف سابقة وبالتالي هذا يعطي بشكل أو بآخر لمحة عن أسباب هذا الهجوم ولو أنها لم يتم تأكيدها بعد من الشرطة ومن وزارة الداخلية الفرنسية عدد القتلى وصل إلى ثلاثة أشخاص وهناك أيضا جريحين وبالتالي الرقم مؤهل للارتفاع شهود العيان في المنطقة لم يتحدثوا عن معلومات توحي بشكل أو بآخر إلى أنه كان هناك شجارا أو كان هناك بعض العنف الذي سبق إطلاق النار في المنطقة وبالتالي المعلومات لا تزال شحيحة بخصوص الدوافع يارا بشكل عام المنطقة مغلقة وبشكل عام المعلومات الأولية المتوفرة هناك معلومة فقط يارا من يفتح ملف التحقيقات هي الشرطة والإدعاء الفرنسي وليس الجهة المخولة بمكافحة الإرهاب هذا أيضا يعطي تصور معين عن طبيعة التحقيقات الجارية للتأكد إن كان هناك وجود دافع أمني أو إرهابي وراء إطلاق النار في الدائرة العاشرة شكرا جزيلا لك ماريا مصارع مراسلتنا من باريس